أشهد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك بالجهود المركزية والمحلية المنسقة للتخفيف من أثار إعصار تيج ومواجهة التداعيات الإنسانية التي تسبب بها في محافظات حضر موت والمهرة وأرخبيل سقطرة وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار والتركيز على أولويات المواطنين الملحة والعمل على تسريع فتح الطرقات وإعادة الخدمات خاصة الكهرباء والبيه